السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد على قناتنا على يوتيوب. طرق لفائل الخيل لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله هنشرح في الدرس ده ازاي تعمل باسورد لفلاشة عندك. عشان مش اي حد يخش عليها. او معين. موجود عندك في الهارد او لقطة من بارتشن. هنخش على عندك. هقوم انا هحط عندي الفلاشة. ايه قارت عندي هي فاضية. هضغط click وادوسترين اون بتلوكر او في طريقة ثانية بطغط عليها select وادوست manage. بتلوكر وادوسترين اون بتلوكر. فانا اختار الطريقة الاولى. دوست click. تلقون بتلوكر. فانتظر بعد الوقت. بحدد هنا علامة صح. هنا بطلب مني اللي انا ادخل للباسورد. فهدف هنا الباسورد. هكتب مسلا من واحد لتسعة. وهدوس هنا حرف شين. وبرضو بتلوكر مني اللي انا اعيد كتابة الباسورد اللي انا كتبته فوق. هكتب برده نفس الباسورد. وهدف حرف شين. يعني بضيف حروف وارقام. عشان ممكن اي حد تكتب منه حدوس هيفتحه. فتكتب الباسورد اللي انت عايزه. هضغط next. بعد كده. في مفتاح استرجاع. بمعنى انت لو نسيت الباسورد بتاعك. انت كتبته تده ترجعه. بمفتاح استرجاع. دلوقتي بطلب مني ان انا احفظ مفتاح الاسترجاع ده في حسابة ميكروسوفت. او في فايل. بقى احفظه مسلا على معين او على فلاشة تانية او على في اي حتة. بس المهم يكون نحطه في مكان تده ترجعه. يعني ما فضلش لو يكون على دسكتوب يكون على اي برتشة تانية او على فلاشة خارجية. بعد كده او بتطبعه. بتعمل دي مفتاح الاسترجاع دوت. فانا هحفظه. حدد مسلا على دسكتوب. انا هفضل لو يكون في اي موجود عندك. فانا هخليه مسلا مؤقتا على دسكتوب. بيطلب بيأكد علي اللي انا هعمل للمفتاح الاسترجاع دوت. ادوس نعم. كده بيأكد اللي هو عمل حفز. على دسكتوب. ادوس نكست. نكست. بكده بيبدأ يعمل لي الباسورد. في الهرد لو مساحت كبيرة شوية ممكن يطول معك. دوس. هنطلع على الدسكتوب. هنلاحز ان هو عمل حفز المفتاح الاسترجاع على الدسكتوب. خش عندي اخش هنا. كده ملاحز ان في افل مفتوح كده الفلاشة مفتوح حدر اخش اخش فيها واعمل اللي انا عايزه. فدلوقت اشيل الفلاشة. وهركبها تاني. كده الفلاشة ظاهرة عندي اللي معمول عليها افل. اللي هتقفلت. بيطلب مني باسورد. كده اي حد بشقدر يفتحها. بتكتب انا الباسورد بتاعك. او بتدوس مور لو انت نسيت الباسورد بتاعك بتدوس انت الريكابري كاي. ده المفتاح الاسترجاع اللي انا قلتلكو عليه. دفع يديته بقى انت لو نسيت الباسورد تقدر تترجع. تقدر تفتح الفلاشة من عن طريق مفتاح الاسترجاع ده. هو دوت الرقم ده بتينسخه. مكتوب هنا ايه مفتاح الاسترجاع. بتينسخ انت الرقم ده كله. ايه. انت الريكابري بنسخ اللي انا اخذها دلوقتي في الفايل. اهو. بنسخة هنا كلها. ده بحالة لو انت نسيت الباسورد. هنلاحز اللي هو فتح معي الفلاشة. تب افرض لو انت نسيت الباسورد. وضعت كمان. الفايل ده. الحل التالت اللي هو فرماتيك فلاشة وهتمسح من علاقة كل حاجة. تقدر تعمل نفس خطوة على اي من عندك. كان دي او ايه. محدش يقدر يفتح برتشانات دي جير بالرقم السر. والفايل ده تحفظه برضو عشان لو نسيت الرقم السر تقدر تفتح اي او فلاشة انت عملت الرقم سر. اتمنى تكون استفدتوا في الدرس ده. تابعوني في درس جديد على قناتنا على اليوتيوب ترور الفايل الخير لتعلم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.